يا جماعة من أسباب زيادة الرزق أولا السعي بدك تشتغل وبدك تعمل أما أنه تقعد بالبيت وتقول يلا الله رح يرزقني صح الله الرازق بس بده شغل بده عمل وثانيا الشكر لازم تشكر الله لأنه الله قال وَلَا إِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ الله رح يزودك إذا شكرت وثالثا صلة الرحم من سره أن يبسط له في شو في رزقه وأن ينسى له في أثري فليصر رحمه ورابعا الاستقام لأنه الله قال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق وخامسا التقوى ومن يتقي لها يجعل له مخرجا وشو ويرزقه من حيث لا يحتسب لأنه تقوى الله رح تطيك البركة لأنه الله قال وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ شو بركات من السماء والأرض والاستغفار يا جماعة استغفر الله لأنه الله قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون والله قال فقلت استغفروا ربكم حكاية عن نوح استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وشو ويمددكم بأموال وبنين فدائما استغفر الله والزمن استغفار وسابعا الدعاء ادعو الله بالبركة لأنه البركة في المال تزوده والبركة هي جند خفي من جنود الله إذا حلت البركة في المال زادته وإذا حلت في القلب أسعدته والصدق يا جماعة وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والنبي قال ما نقص مال من صدقة فيارب أنا وكل الموجودين اطرح البركة في رزق كل وعد يقول آمين سلام عليكم